بسم الإلهي جنم اللعائب بدا مناهي بالا نهاي بسم الإلهي جنم اللعائب بدا مناهي بالا نهاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أنؤمن لك واتبعك لعزلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إننا إلا نزير مبين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجون قال ربي إن قومي كزبون فافتح بيني وبينهم فاتحوا ونجني فاتحوا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كزبت عادني المرسلين إذ قال لهم أخوهم هودنا لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وحقيعون وما أسألكم عليهم نجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل عناية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وعطيعون واتقوا الذين أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات العيون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من نتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ذننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئة بما أصلفتم بما أصلفتم إلى أيام الخالية وأما من نتي كتابه بشماله فيقول ها أمقرأ كتابي إني ذننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئة بما أصلفتم بما أصلفتم إلى أيام الخالية وأما من نتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لوض كتابي ولا مدرما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فهلوا ثم الجحيم صلوا سمتي سلسلة زرعها زرعها سبعون دراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طرام المسكين فليس له اليوم ها هنا أمين صدق الله عظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامي أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقصطوا في اليتامي فانكحوا ما طوب لكم من النساء من النساء ماثن وثلاث ورباع وإن خفتم أن لا تقصطوا في اليتامي فانكحوا ما طوب لكم من النساء ماثن وثلاث ورباع فانكحوا ما طوب لكم من النساء من النساء من النساء وثلاث ورباع صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صحيحة واحدة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول نلا كانوا به يزدأزعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منه حبا ومنه يعقلون وجعلنا فيه جنات من نخيل وأعناب من نخيل وأعناب وفجرنا فيه من العيون لياكلوا من فمره وما عملت أيديهم وفلا يسكروا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم وأيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات من طباقه ما تري في خلق الرحمن من تفاوت فاردع البصر ألتري من فطور ثم أجعل البصر كرتين ينقلب ليك البصر ليك البصر خاسئا وحسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصوب إحا وجعلنا أرجوما للشياطين وأعقدنا لهم عذاب الصغير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألقوا فيه سمعوا له شيقا وهي تفور تكاد تميز من العيد كلما ألقي فيه كلما ألقي فيه فوج صالهم خدنة ألم ياجيكم نذير قلوا بليق بجاءنا نزير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير صلق الله العظيم أمذ بالله من الشيطان الرجيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جذع النخ قلت يا ليتني قلت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا من سيا فناديه من تحته الله تعزني قد جعل ربك الله تعزني قد جعل ربك تحتك سريا ووزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جريا فاكولي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أهدا فاكولي إني نذرت للرحمن إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا تريا يا اختهرون ما كان أبوك مرأسو وما كان تمك بغيا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أمسم بيوم القيامة ولا أمسم بالنفس اللوامة أَيَحْتِمُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عَظُومَةٌ بَلَيْ قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَةٌ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذْنَيْنَ الْمَفَرْ كَلَّا لَا وَذَرْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذْنِ الْمُسْتَقَرْ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرْ بَلِ الْإِنْسَانُ وَعَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوَ الْقِيمَ عَظِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَالَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَادِلَةَ وَاتَّذَّرُونَ الْآخِرَةَ أُجُوهِ يَوْمَئِنِ النَّاظِرَةَ صدق الله العظيم